الناس ما فهموا الإسلام للأسف الشديد نحن رزقنا الله و منحنا و هبنا الإسلام من دون عناء لكن للأسف كثير من الناس ما فهموا الإسلام يقول ظهر رجل مسن يعني فتن الناس به نسأل الله العافية يقول بعض الناس بأنه ملك نازل من السماء و بعضهم يقول صحابي جليل و أخذوا يقبلون رأسه و يده و يتبركون به يقول ما حكم ذلك أبو إبراهيم بارك الله فيك أولا أخي الفاضل يجب على المسلم أن يفهم الإسلام لأن كثير من المسلمين و للأسف ما فهموا الإسلام كثير من المسلمين ما فهموا الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة و الخلوص من الشرك و البراءة من أهل الشرك هذا هو الاستسلام هذا هو الإسلام أنك تستسر من الله عز وجل و أن تطيع الله سبحانه و تعالى و أن تطيع نبيه صلى الله عليه و سلم و أن تجتنب كل ما نهى الله عنه و كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم و لذلك تكاثرت نصوص القرآن و السنة بالأمر بهذا قل جل وعلا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أقول الأمر منكم و يقول جل وعلا و إن تطيعوه تهتدوا و ما على الرسول إلا البلاغ المبين و يقول جل وعلا و ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم و النبي عليه الصلاة و السلام بعثه الله عز وجل لإخراج الناس من ضلالات الشرك و البدع و المعاصي إلى نور التوحيد و السنة و الطاعة و لذلك فتح الله به أعينا عميا و آذانا صمى و قلوبا غلفا و أمرنا بطاعته و باتباعه قل جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر يقول جل وعلا و من يعص الله و رسوله فإن له نار جهنم نبي عليه الصلاة و السلام قال كل الناس يدخل لنا الجنة إلا من أبى قال و من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة و من عصاني فقد أبى و لما بعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم كان في الناس مجموعة من العقائد الباطنة مجموعة من الاعتقادات الشركية و البدعية فأبطلها الله على يد نبيه صلى الله عليه و سلم من ذلك التبرك بالأشخاص و بالذوات و بالأحجار و بالأشجار و اعتقاد بأنها مصدر البركة و مصدر الخير هذا كان من أعمال أهل الجاهلية و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام لما خرج من مكة بأصحابه من مكة مروا على قوم لديهم سدرة شجرة من السدر ينوطون بها أسلحتهم للبركة يعني فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني اجعل لنا سدرة مثل هؤلاء نعلق عليها سيوفنا حتى تتبارك السيوف فعظم النبي عليه الصلاة و السلام هذا القول قال الله أكبر الله أكبر إنها السنن و تضبط السنن لقد قلتم و الذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم أهلها النبي عليه الصلاة و السلام بيّن بأن البركة من الله عز و جل أنه لا يجوز لأحد أن يتبرك بمخلوق إلا النبي صلى الله عليه و سلم في حياته تبرك في ذات النبي عليه الصلاة و السلام و لم يثبت أبدا عن الصحابة الكرام و لا من جاء بعدهم أنهم تبركوا بأبي بكر و لا عمر و لا عثمان و لا علي و لا بقية الصحابة رضي الله عنهم أبدا لن يعتقدون بأن البركة من الله عز و جل لن يجوز أن يعتقد الإنسان بأن ذات من الذوات يمنح البركة هذا كلام باطل سواء كان من الأحياء أو من الأموات سواء كان من الأحياء أو من الأموات وهذا الذي ذكرت يا أبا إبراهيم أنا رأيت حقيقة المقطع رجل مسكين عامي وضع شار على رأسه أو شيء وانتشر المقطع وأصبح الناس يعتقدون فيه فالذي يقول بأنه ملك جاهل الذي يقول بأنه ملك هذا جاهل جهل مركب كيف ملك الآن يذهب و يجلس مع الناس و يأكل و يشرب و يلتقي به الناس و من قال بأنه صحابي هذا جهل مركب أكثر من الجهل الأول الصحابة رضي الله عنه ما يوجد أحد من الصحابة بقية مخلدة أبدا أبدا لا الله عز وجل كتب على الخلق أنه لا يخلد أحد و بشر من قبلك الخلد أفئمت فهم الخالدون و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئمت فهم الخالدون و هذا يا أخي الفاضل أبو براهيم اندل على شيء يدل على ما ذكرت في أول الجواب الناس ما فهموا الإسلام للأسف الشديد نحن رزقنا الله و منحنا و هبنا الإسلام من دون عناء لكن للأسف كثير من الناس ما فهموا الإسلام كيف الآن أتبرك بشخص مسكين لا يملك ضرًا و لا نفعًا و لا موتًا و لا حياةً و لا نشور و أكبر دليل هذا يمرض و يموت كيف الآن أذهب أتمسح به كون لبس لباس يعني مثلاً معين يدل على أنه لباس للمتقدمين خلاص قلنا صحابي و إلا ملك من السماء فاتقوا الله يا أخواني و احذروا من هذه البدع و احذروا من هذه المسالك الخطيرة هذه مسألة غاية في الخطورة نص العلماء على حرمة التبرك بغير النبي عليه الصلاة و السماء لا بأمهات المؤمنين و لا بالصحابة الصحابة رضي الله عنه سواء العشر و بشر المجيب و لا بأحد و لا يجوز التبرك حتى بالأشجار و لا بالأحجار في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود ماذا قال قال والله إني أعلم يقول للحجر الأسود و يسمع الناس يسمع الناس يقول والله إني أعلم أنك حجر لا تضر و لا تنفع و لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقبل كما قبلتك و هو حجر الأسود حجر الأسود هذا هذا تقبل سنة فواجب على جميع المسلمين أن يتقوا الله و أن يتعلموا أحكام دينهم تعلموا العقيدة الصحيحة السليمة بعيدا عن مثل هذه الخرافات ترجمة نانسي قنقر